نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسوما توضيحية تصلط الضوء على اتجاه الجمهورية الجديدة إلى تعظيم الاستفادة من تروات مصر من الغاز الطبيعي وذلك في ظلم واجهة دول العالم تحديات نقص الطاقة وترشيد الاستهلاك وأظهر تقرير ارتفاع معدلات التصدير من الغاز الطبيعي والمسالة حيث زادت قيمة صادرات مصر منهما أكثر من 13 ضعفا لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021-2022 مقابل 600 مليون دولار عام 2013-2014 وأشار التقرير إلى ما أورده لتحاد دولي للغاز بأن مصر تشهد تاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 15 مليون طن خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 شكرا للمشاهدة